وصلت أصغر سيارة كروس أوفر بسطول سيارات العلامة الكورية هينداي فينيو بمدالة الأخيرة 24 لكن بفئة مميزة نسقة التوم بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة نتكلم عن تجهزاتها بشكل كامل السلام عليكم ورحمة الله أسعد الله وقاتكم بكل خير متابعنا غالين نتكلم عن سيارة مميزة مثل ما نلاحظ سيارة كروس أوفر صغيرة بالحجم المناسبة واقتصادية وعملية فينيو طبعا تعتبر أرفض السيارة بسطول سيارات هينداي سعرها معقول مواصفاتها جميلة نسقة الكمفورت فئة النصفل بالتحديد نغير الوكيشن نشوف مع بعض تجهزات وتفاصيلها بشكل كامل طبعا في البداية نلاحظ السيارة في الواجهة الأمامية بالكامل لدينا الشبكة الأمامية باللون التيتانيو لون مميز من الكرون بالإضافة للعالي والواطي كل هلجين لدينا خاصية اللد النهاري بإذن الله سنشغل لكم الإضافة في آخر الفيديو نلاحظ التصميم الخارجي طبعا نفس التصميم على سيارات كروس أوفر الجديدة من هينداي أو الشكل القديم لهينداي كريتا بالإضافة لأنه نفس الشكل الحالي لهينداي كريتا هذا الواجهة الأمامية نلاحظ الفتحات التي هي للتهوية بالجزء السفلي والجزء العلوي شعار هينداي طبعا باللون التيتانيو بشكل جميل فتحات للتهوية طبعا نلاحظ حماية السيارة بالجزء السفلي بشكل كامل نقرب منها أكثر ونلاحظ حول السيارة طبعا نفس الحماية موجودة بالكامل هنا الجزء الجانبي جنوط كروم الجنط باللون الرمادي واللون الفضي بشكل جميل طبعا نلاحظ مقاس الجنط نتكلم بالتحديد عن 16 إنش على 60 على 215 إشارات بالمرايات المرايات عندها مدمجة بالنوافذ تعطيك زاوية رؤية أفضل خاصية الدخول الذكية والمتحارف عليه بالبصنة المقابض مطلية بالكروم عندنا عوارض بالسك سكف السيارة نلاحظ انه بلون مختلف عن هيكل السيارة هذه نسخد الكوفات تأتي بلونين عندنا زعنف موجودة بالخلف طبعا ما فيها جناح خلفي لكن فيها حساسات خلفية وكاميرا خلفية صورنا تقريبا من شهر زمان النسخة اللي هي فيئة الستاندر سأترك لكم فيئة الاسمارت بخانة الوصف نلاحظ الكاميرا خلفية جاية بالجزء السفلي هذه هي الكاميرا خلفية ودفوزر بالخلف طبعا إضاءات خلفية هلجين رأيكم بتصميم السيارة تصميمها جميل وملفد للنظم طبعا اتكلمنا عن تفاصيل اتكلمنا عن مواصفاتها سنتحدث عن قلب النابض اللي هو مدعوم بالشاحن توربين ونلاحظ انه اقتصادي اكثر وإمكانياته جميلة او لقام فيها حقوق طبعا سنتحدث عن هذه التفاصيل لكن دعونا نركض على السعر بالنسبة لهذه الفئر وقيمتها نتحدث عن 72 ألف ريال وهذه السيارة من الجنب دعونا نتحدث عن قلب النابض إذا قلنا لمحرك السيارة محرك هنداي فيلو 2024 طبعا في البداية طريقة قد حغط المحرك السحب نتحدث عن محرك 3.9000 سي سي نتحدث عن حصن طبعا 120 حصان والعزم 170 نيوتن مرتبط بناق الحركة 7 سرعات المحرك مدعوم بشاحن توربيني مدعوم بتيربو وهذا هو المحرك سواء للسيارة ونظام الإبئيس والبطاريات ودنامو كل هذه الأمور واضحة لكن ما فيها بطانة داخلية لكن البطانة موجودة بالجزء الداخلي للسيارة طبعا تعطيك عزل أفضل للسيارة تقدم السهلة كالوقود نتكلم بالتحديد عن كل لتر بنزين تمشينا بالسيارة كم 18 كيلو فاصلة 6 تقييم ممتاز بنزين 1.90 دفع أمام 2024 سيسي سيارة ركوب أو سيارة سيارة خزان وقود نتكلم بالتحديد عن 40 لتر وهذه إمكانيات السيارة بالكامل هينداي فينو 2024 نتكلم عن تصميمها الداخلي كالعادة يا سادة نبدأ بالمقصورة الخلفية وهذه السيارة بالداخل عندنا نوافق كلها كهربائية مساحة تخزين بالأسفل مثل ما اللاحظ هذا الجزء كلها بلاستيك وعندنا هذا الجزء طبعا مثبت لمنطقة الطفالة والأيزوفيكس إضاءات داخلية عندنا فتح التكيف مع منفذ USB طبعا الداخلية باللون أسود بالكامل والتطريز عندنا باللون البيون عندنا مرتبة نجاي باللون الأسود طبعا جلد على محمل وهذا الجزء كلها بلاستيك مثل ما ذكرنا مقابض اللي هي بالداخل بلاستيك كمان منظرنا الأشياء اللي موجودة طبعا طريقة فتح الصندوق الخلفي عندنا بالأسفل بهذا الجزء السحب باب صندوق الأمتعة أو الشنطة بالعامية عندنا هذه السبنة مثل ما نشوف الجمهور الحديث طبعا نركز فيها أكثر نلاحظ نعم حديث هذه الفرشات عندنا مثل ما نلاحظ وكيلها بالمملكة عندنا ثلاث وكلاء السيارات عندنا الناغو المجدود والإعلان هذه الفرشات وكل أدواتها هنا إنارة اللوحات طبعا ضمان سياراتي نتحدث خمس آلاف أو مئة ألف أو خمس سنوات ضمان سياراتي نتحدث بشكل عام عندنا هذه المخصورة الخلفية طبعا مثل الرأس الخلفي متحرك سواء الأمامي أو الخلفي هذه النوافذ هنا بهذا الجزء والسماعات بالأسفل وهذه من ناحية الراكب الأمامي مرتبة السائق والراكب كلها بحركة يدوية عندنا مثل ما ذكرنا الأطراف جلد على تضريز باللون الأبيض عندنا هذا الجزء طبعا مساحة تخزين عندنا مفتاح السيارة نلاحظ جايب تصميم فريد فيه التشغيل عن بعد بالإضافة لفتح وغلاق والتنبيه وفتح الشنطة المعذر لا يوجد تنبيه لكن يوجد فتح الشنطة دعونا نضع المفتاح بهذا الجزء طبعا تشغيل السيارة بالبصمة مثل ما رأينا الدخول الذكي على الأبواب الأمامية فنلاحظ حتى على باب الراكب يلاحظ الدخول الذكي موجود هنا وهذه تفاصيلها بالكامل دعونا الآن نأتي من ناحية السائق والحين نأتي من ناحية السائق وماشاء الله النوافذ نلاحظ كلها كهربائية تضيل مرايتها الجانبية كما نرى هنا نتحكم بمرايتها الجانبية عندنا بعض الجزء طبعا نلاحظ التراكشن الدراكسون طبعا نأتي لهذا الجزء عندنا تحكم بالدراكسون عندنا نثبت سرعة تحكم بعدد الرحلات عندنا هنا عامر صوتية نتحكم بالرد على المكالمات بالنسبة لهذا الجزء حلونا نشغل السيارة وبسم الله ماشاء الله محرك توربيني محرك كهربائي او مدعوم بشاحن توربيني عندنا درايب مود بهذا الجزء طبعا لاحظ التيمات متغيرة متغيرة على حسب السبورت عندنا النورمال عندنا ايكو الاقتصادي والعادي والرياضي وعندنا هنا الشاشة اللي هي معروفة في سيارات هنا كلها تجي فيها البوصل وتجي فيها اباكار اندرويت اوتو والبلوتوث كل هذه الأنظمة موجودة في سيارات هنا الجديدة هنا تشغيلها مكيف مثلما نلاحظ هنا منفذ USB و تايب سي ما شاء الله من الحاجات الجديدة منفذ تايب سي و 12 فولت بالاضافة للطفاية والولاعة موجودة بهذا الجزء عندنا نهم الدرج طبعا اليوم اخر يوم من اخر ايام شهر رمضان و مبارك عايد الله علينا و عليكم باليوم من البركات و كل عام منتم بألب خير اللاحظة الشماسة ما فيها مرايات بالنسبة للسايك اما الراكب يقول نفس العبارة لكن يضيفوا فيها مرايات كان موجودة عندنا هذه السيارة بالكامل بالجزء الداخلي فتحت التكييف طبعا الاطار اللي عليها من الكروم او المعذر من البلستيك سواء التحكم طبعا فيها بكل بساطة عندنا هنا التحكم بالصوت والميديا بهذه الجزء السفلي و عندنا هنا التحكم بالتكييف طبعا ما شاء الله توزيع الازغار وهذه كلها بسيطة و قريبة من الجد والسيارة داخلتها سيارة كروسوفر تعتبر مناسبة حتى بطولي وحجمي فالسيارة فيها راحة سواء على مستوى الدخول او الخروج و فيها مواصفات مميزات حيوة كارباقات كنظام من اي بي اس نظام الحضرات صور المتفعات اللي هول يعطيني اسم الارباقات داخلية نثبت لمكتبة الأطفال او الانزوفيكس كل هذه الأنظمة موجودة عليها كنظام سلامة وترفيه مثل ما نشوف في الشاشات و انظمة اللي موجودة عليها كابل كار و اندرويت اوتو كلها موجودة مثل ما نشوف وهي عندنا قبلة وهذه الشاشة الخاصة بعدد الرحلات نلاحظ العدادات باللغة العربية تعطيك كل التفاصيل مساعدة السائق لأحد العدادات المصابية على الأبواب دعونا نشوف الإضاءات طبعا اوتو هنا مثل ما نشوف وهنا التحكم به المساحات وهنا الانارة اوتو وهذه الانارة فيها خاصة المدى النهاري وعندنا عالي والواطي كلها هنا جيد ما شاء الله عدسات طبعا نلاحظ بالجزء السفلي وعندنا بالجزء الخافي كذلك طبعا تصميم السيارة في الخلف تصميم جميل السيارة ملفتة للنظر تنافس بالدرجة الأولى نتكلم عن أول منافس لها أكيد مع علامة اليابانية تيوتا رايز فتبع أول منافس لها كسيارة كروسور صغيرة بالحجم طبعا أسعارها متقالبة كلها حوالي 60 إلى 70 ألف ريال سواء تيوتا رايز أو هينداي فيميو وكلها تجي بألف سي سي تيربو لكن هنا تيوتا رايز فيه فئة منها تنفس طبيعي 1200 سي سي لكن هنا كل فئات لديك ثلاث فئات اللي هي البريميوم والكمفورت والسمارت بإذن الله أصورها لكم كلها لكن في الأيام الماضية تصورت كل فئات وبرجع أصورها لكم من صالة التركي للسيارات وما تكلم كرم أنا حنوقفرها قريب ونصورها لكم بالكامل صورنا قبل كذا نفس الفئة الكمفورت بهذا الصالة فبالنهاية أتممنا هذه الدغطية فتكلمنا عن ضمان السيارة سعار السيارة بالتحديد طبعا فيتن السمارت قيمتها تقريبا حوال 65 ألف ريال وهذه الفئة المعدرة تقريبا ما نذكر سعرها بالتحديد لكن بحدودها 65 إلى 66 ريال لكن هذه الفئة قيمتها فنتكلم ب72 وفيتن فل كامل معدل سعرها حوال 75 ألف ريال سوف نجلب صورها لكم بالكامل ونرى أبرز الاختلافات ما بين كل الفئات أتمنى تغطية نالة العجبكم مثل ما ذكرنا في البداية سوف نقوله في النهاية لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك واكتبونا في خانة التعليقات ما السيارات التي تريدون أن نستعرضها لكم بالأيام الجالية والذي يريد أن يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وإستجرام وفيسبوك الروابط كلها بخانة الوصف وفي أول رابط تنقون تفاصيل السيارة بالكامل اللي هنا تممنا هذا التقطيع عن هينداي بينيو 2024 وفيت الكمفورت في أمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر